هياكم الله، أهلاً ومرحباً بكم في كلية الدفاع الوطني على مؤسسة ستراتيجية تعليمية في جامعة الدفاع للدراسات العسكرية تأسست عام 1976 وعيدة تشكيلها عام 2006 جاءت فكرة تشكيل كلية الدفاع الوطني لمواكبة التطور العلمي ودراسة البيئة الستراتيجية لتتولى تطوير ورفض المناصب القيادية بكوادر متقدمة عن طريق الدراسات الستراتيجية وبشقيها العسكري والمدني تشمل الدراسة في كلية الدفاع الوطني مواضيع عدة ومحاور مختلفة منها الإدارة الستراتيجية والتخطيط الستراتيجي بالإضافة لإدارة الدولة والأمن الوطني فضلاً عن إكمال متطلبات نيل شهادة الماجستير الدارسين في الكلية هم نخبة من القيادات العسكرية ممن هم برتبة عميد ركن صعوداً أما الموظفين فهم بدرجات عليا ليتبوؤوا مناصب في الدولة أول من شغل منصب عميد كلية الدفاع الوطني هو اللواء مشاة الركن عبداللطيف عبدالرضة وتناوب على رئاسة عمادتها عدداً من خير الضباط الجيش العراقي تمنح كلية الدفاع الوطني شهادة الماجستير في التخطيط الستراتيجي للأمن الوطني فضلاً عن شارة الكلية في أمان الله